اولا استثمرنا ان فيه اليوم العلامي للدرجات كان لازم نحن نكون مشاركين للاشتراك غير تقليدي نستثمر هذا الموضوع احنا من فترة طويلة بنأسس الرياضة تكون اسلوب حياة تكون فيه سهولة في ممارسيتها في كل مجال ومكان احنا فيه مبادرة كبيرة جدا مبادرة درجتك صحتك برعاية فخامة الرئيس واهتمامنا الكبير بنشر الرياضة كرمز للجري وللماشي مش بس للدرجات اليوم فيه اكتر من 25 الف مشارك في مسافة 21 كيلو اخترنا طريق من العاصمة الادارية في العاصمة الادارية من المدينة الرياضية اللي بتمثل احد افرع النادي الى حاجة كبيرة جدا هي المدينة الولمبية يعني اساسا كل يوم جمعة بقى خلاص ده اسلوب حياتهم يعني احنا بنشكرهم لكن ده اسرار تاني وتالت ان احنا نكون بهذا الحجم وبهذا الشكل النهاردة حدث عالمي يوم الدرجات العالمي حاجة مشرفة للينا والمصر والشباب مصر قدام العالم كله كمان الاحتفال في العاصمة الادارية وجوه المدينة الولمبية يعني الشكل والتنظيم احنا عاملين حاجة شكلها حلو وطبعا اي حاجة ده يعني لبلدنا انا بنتشرف ان احنا نعمل حاجة حلوة دايما لبلدنا اكيد يوم مميز ان احنا في مدينة مغلقة وكان فيه تنظيم وكان فيه جهات مختصة قفلت لنا الطرق وجايزت لنا الطرق وكان فيه صيارات دعم وكان فيه عربية اسعاف وده كان شيء مميز جدا من الدولة ومجود جبير يعني ملاحظ من الدولة ان عملته يوم جميل انا بادعي الناس كلها انها تتابع الايام الجميلة ديت لانها بصراحة دعوة للرياضة وانا عند ستة خمسين سنة استمتعت باليوم دي لان احنا اصلا رياضيين وبطلنا فده المتنفس الوحيد ان احنا نمارس فيه الرياضة ادعو الناس كلها تركب درجات وتمشي وتمارس الرياضة حتى لو عنده مئة سنة طريق سهل التنظيم كويس الناس واقف على طريق بتساعد لو بيسلموك مية او عصير فكانت حاجة لزيزة منهم جدا طبعا بانسح كل الشباب انها يعني تمارس الرياضة تاني حاجة انا كان وزني 125 كيلو وبفضل العجلة تمام نزل وزني الحمد لله رب العالمين 80 كيلو احنا من المينيا جايين قطعين مسافة كبيرة طبعا مش بصين احنا احنا بس نمارس الرياضة من خلال الدرجات بنمارس الرياضة بشكل عام لكن من خلال الدرجات طبعا وصلنا الهدف كويس ان احنا شوفنا ناس وطعرفنا عناس كتير وحاجة كويس اعم مشاركتنا طبعا احنا من اكاديمية ستاري سبورت المينيا تابع جامعة المينيا تربية رياضية احنا محاضرين من ايام كتير يعني كان عندنا بطولة افريقيا من كام يوم كده لترياسلون احنا لعيب الترياسلون في الاساس بنمارس العجل برضو بنتدرب كويس وكل حاجة فقعدنا يعني وتدربنا كويس وكل حاجة وبدأنا النهاردة كان يوم جميل وبدأنا لستارت مع صحابنا كلهم والشباب كلها كانت مساعدة على تم الاستعداد ودخنا من اول عشر الحمد لله انا اول مرة شارك في مارسون هو كان وزير الشباب عندنا في محافظ الشرائية من حوالي ثلاث سنين شاركت مع عفو مارسون بس كان صغير مش كانش كبير ده يعتبر كبير شوية واحد وعشرين كيلو ومسافة كبيرة جدا وهي كانت مسافة كويسة لياقة البدنية ظهرت وانا بقرص لصح الناس انها تركب عجل